بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة الصينية بكين مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية يو جيان لونغ أوجه التعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين أشهد الوزير الأشول بعمق العلاقات التجارية التاريخية بين البلدين الصديقين التي ظلت قائمة على التبادل التجاري لتتطور بخطوات استراتيجية نوعية تقسدت في توقيع اتفاقية مبادرة الحزام والطريق في العام 2019 الذي يمثل نهجا دوليا قائما على المصلحة المتبادلة بين البلدين متطلعا إلى الاستفادة من التجربة الصينية في مختلف المجالات ووجه الأشوال دعوة للعودة الجادة للمؤسسات والشركات الصينية إلى اليمن لاستكمال الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية منوها بموقع اليمن المتميز الذي يجعلها حجر زاوية لمبادرة الحزام والطريق وعمل شراكة بين الحكومتين اليمنية والصينية في العديد من المجالات سواء في الطاقة أو الكهرباء أو تطوير الموانئ اليمنية التي تعتبر محطة مهمة في طريق الحرير البحري وكذا الاستكشافات النفطية وتصديرها والعديد من المجالات واشتراك الحكومة الصينية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار للبنية التحتية من جانبه جدد يو دعوته للحكومة اليمنية لمشاركة الفاعلة في مؤتمر الصين للاقتصاد المقرر إقامته في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة القادمة